الشارقة أيتها الشاهقة تواضعاً نكتب بأفكارنا ونقرأ سطوراً لأخرين قد تجدبون لدرجة تعبر عن الحالة التي نحن فيها نأخذها فننسخها على حائط مواقع التواصل الاجتماعي متناسين تماماً أهمية أن ننسب هذا الاقتباس لكاتبه الأصلي فمع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وعالم التكنولوجيا أصبح الموروث ثقافي من الكتابة خاصة معرضاً بشكل رهيب إلى السطو والسرقة بقصد أو بغير قصد هذا إضافة إلى بعض المنتجين أو المخرجين الذين يقتبسون أعمالهم من روايات بدون أن يعودوا إلى الكاتب الحقيقي من أجل أخذ الموافقة حصل هذا مع الكثير من الأدباء الفنانين، منتجي موسيقى، كتاب كلمات، وكتاب سيناريو وغيرهم فمن المسؤول عن حفظ حقوق هؤلاء المبدعين يا ترى؟ موسيقى موسيقى